إلى الشأن الإسرائيلي الآن فقد ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية تعيين الزعيم حزب شاس أرييد دارعي وزيرا للداخلية في حكومة نتنياهو على خلفية إدانته في قضية جنائية تتعلق بالاحتيال الضريبي وتتخوف أوساط واسعة من الدخول في أزمة دستورية خطيرة من المرة الأولى في تاريخ إسرائيل إثرى خطة نتنياهو لإدخال تعديل في منظومة القضاء وهي خطة يرى فيها القضاء محاولة غير دستورية لتغيير شكل نظام الحكم في البلاد معنا الآن من القدس الباحث السياسي الحنان ميلر سيد ميلر مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار الأمور تتعقد بين سيد نتنياهو والمحكمة العليا في إسرائيل على ما يبدو بداية ما الذي يعنيه الآن قرار المحكمة العليا بالأغلبية الصاحقة الطلب من السيد نتنياهو بإلغاء تعيين أريي درعي وزيرا في حكومته القرار يعني أن على رئيس الوزراء نتنياهو أن يقيل الوزير درعي فورا يعني خلال ساعات فهو مجبور الآن أن يطيع هذا القرار فنحن موجودين كما تفضلتم أمام يمكن أخطر أزمة دستورية في تاريخ إسرائيل واحتمال مواجهة مباشرة بين الحكومة الجديدة حكومة نتنياهو وبين المحكمة العليا في إسرائيل بداية يعني أنا أفهم مسألة تعقيدات الائتلاف الحكومي أريي درعي وحزب شاس لديهم 11 مقعدا في الائتلاف المكون من 64 وبالتالي هذا حجم مهم بالنسبة لنتنياهو ما الذي سيحصل في حال بالفعل يعني أقال نتنياهو الوزير درعي من هذه الحكومة وهل يمكن استبداله بأحد آخر من نفس الحزب نعم بكل سهولة يمكن إقالة الوزير درعي واستبداله بأي نائب آخر أو وزير آخر من حزب شاس فاليمين الإسرائيلي أو مكونات الائتلاف يدعون بأن القرار مخالف لقرار الناخب الإسرائيلي في الانتخابات الأخيرة وهذا يعني يعارض مع مبدأ الديمقراطية الإسرائيلية وبالمقابل يقول أو تقول المحكمة العليا أن هناك خطوط حمر لا يمكن تجاوزها وتعيين درعي كان بمثابة عمل غير منطقي باعتبار القرارات القضائية بحقه بمسائل الإحتيال كما قلتم ولكن المشكلة أن هناك سلسلة من القرارات الحكومية من وزير العدل الجديد ياريف ليفين بتغييرات جذرية للدستور الإسرائيلي أو لتشكيل المحكمة العليا وتعيين القضاء وهذا يضع نتنياهو أمام معضلة يعني إما يطيع المحكمة ويظهر كما هو كزعيم دعيف في مخيمه في معسكره وإما يذهب إلى الصراع مباشر واستضام مباشر مع المحكمة ونحن في ذلك الوقت أمام المجهول يعني عمره ما صار هيك استضام بين رئيس وزراء والمحكمة العليا السؤال ربما الذي يخطر على بال الكثيرين سيد ميلر هو أنه لماذا تعيين هذا الوزير الذي عليه الكثير من النقاش والجدل يعني أريد درعي مدان في مسألة تحايل الضريبة هو ليس متبه هو مدان أدينا في المحكمة ولكن لم يخدم فترة السجن وأدينا قبل ذلك ب1999 بتلقي رشا يعني وزير مرتشي لماذا يصر نتنياهو على منح حقائب الآن من المفترض أن يتسلم وزارة المالية بحسب هذا التناوب وزير مدان بتحايل ضريبة وبتلقي رشا وسيتسلم وزارة المالية كيف يفهم الجمهور الإسرائيلي هذه المسألة الجمهور الإسرائيلي منقسم على نفسه يعني هناك معسكر أو فئة كبيرة من الشعب الإسرائيلي الذي يتجاهل هذه التهم وهذه الخلفية للوزير درعي خاصة من اليهود الشرقيين التقليديين أو المتدينين في إسرائيل ونتنياهو يريد أن يكسب هذا الشريك ويحتاج إلى هذا الشريك لحمايته أعتقد أمام التهم المواجهة إليه اليوم نتنياهو لنذكر الجمهور هو نفسه متهم بثلاث قضايا فساد وهذه بمثابة رسالة أعتقد من المحكمة الإسرائيلية إلى نتنياهو وهي أن المحكمة العليا مصرة على حماية القانون مهما كانت النتائج السياسية لنتنياهو وهذا ضوء أحمر لنتنياهو في قراراته المستقبلية بتعامل مع القضاء وتعامل مع المحكمة ورسالة مباشرة إلى أنصار نتنياهو بأن القانون الإسرائيلي والقضاء الإسرائيلي خط أحمر بالنسبة للقضاء أشرت إلى مسألة قضايا الفساد سيد ميلر التي تلاحق نتنياهو والتي يقول البعض أن كل هذه المحاولات لإدخال ما يسمى بالإصلاحات على النظام القضائي تهدف إلى ما تهدف إليه أن تسقط هذه التهم وأن تجعل السيد نتنياهو يخرج من هذه القضايا في نهاية المطاف إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ معظم الخبراء هنا يستبعدون إمكانية تجاوز المحكمة العليا في قضايا أو تجاوز المحكمة بشكل عام في قضايا الفساد المواجهة لنتنياهو ولكن نتنياهو ربما يريد أن يرسل رسالة تهديد للقضاء بأن هناك عدم شرعية يريد أن يضعف شرعية القضاء الإسرائيلي والمحاكم الإسرائيلية أمام الجمهور الإسرائيلي حتى يحرض الجمهور الإسرائيلي على القضاء وعلى النظام القضائي في إسرائيل وهذا شيء خطير جدا باعتقادي إلغاء محكمة نتنياهو شيء مستحيل أو مستبعد جدا في هذه المرحلة ولكن هناك صدام يقوده نتنياهو بين جمهوره الكبير في إسرائيل المخيم اليميني الأوسع والمتدينين والجمهور اليساري والوسطي الذي يحاول بكل قوة أن يحمي النظام الدستوري والمحاكم الإسرائيلية وهذا استضام غير مسبوق في تاريخ إسرائيل شكرا جزيلا لك الحنان ميلر الكاتب والباحث السياسي كان معنا من القدس شكرا جزيلا لك